في الأزرق تحديداً هناك صراع بين حركتي عبد العزيز الحلو ومالك عقار هناك نوع من الاستقطاب عبد العزيز الحلو وحركته يحاولون اكتساب دعم ومساندة القبائل الفونج وضد الهوسة بينما مالك عقار يحاول أيضاً أن يعطي للهوسة وضعيتهم في المنطقة وتمليكم الأراضي وغير ذلك وهنا استشعار من أهل المنطقة وهم كلهم أهل منطقة حقيقة سواء الفونج أو الهوسة ولكن هذا الاستقطاب يضع الفونج على أساس النوم أهل الأرض وأن هؤلاء ليس لهم حق سواء في الأرض أو في الإدارة بالنسبة للبعد الحكومي للأسف الشديد ليس هناك ظل ولاي أو حكومي في هذه المنطقة تحديداً الحلول التي أتوا بها في المرة الماضية سبب رئيسي في هذه الأزمة التي نراها اليوم لأن الطرفين المختلفين وضعوا في منطقة واحدة بينهم شارع فقط فلا يمكن أن تحل هذه المشكلة بهذه الصورة التي تجعل إمكانية اشتعال الصراع في أي وقت ممكن لأي سبب من الأسباب المرة